إذا ما بتعرف هويتك بالمسيح رح تلاقي هويتك بأي أمر تاني لكن إذا وجدت هويتك بالمسيح والمسيح وحده حياتك رح تكون متحولة جزريا لهالسبب عن بعطي هالسلسلة من الرسائل بعنوان الشخصية المتحولة رح تحول طريقة حياتك المسيحية فعليا فما تفوت عليك هالرسالة المغيرة لحياتك تخليك معنا بالعقود التلاتي اللي سبعت ابتدت تظهر ديانة جديدة عم تشتاح العالم الغربي الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا هالديانة ازدهرت لوقت طويل بكل العالم لكن هي ابتدت تشتاح أوروبا والولايات المتحدة وعدت بلدان غربية من وقت قريب قريبا رح تكون ديانة عالمية على ما يبدو هي ذيبة بهالاتجاه هالديانة اللي هي نوعا ما جديدة بالغرب عندها أتباع من كل الفئات بالحياة الملحدين بينتموا إلى اللاقدريين بينتموا إلى في كاتوليكيين بينتموا إلى ونعم في بروتستانتيين من كل الطوايف بينتموا لهالديانة كل هالأشخاص قبلوا بمبدئة وتعليمة الأمر الملفت بهالديانة جديدة هو أنه ما في إلى أي مؤسس في كون تحددوه في عدة رؤساء كهنة في كتير من الكهنة والكاهنات وهن يبضموا الناس المشهورين السياسيين وأكيد في بعض المطارنة ببعض الكنيس ورعاة هن قبلوا هالديانة جديدة هالديانة جديدة ما بتعترف إلا بخطية وحدها خطية وحدة إذا بترتكب هالخطية أنت بتخسر عملك بسهولة بتتوقف المؤسسة تبعك عن العمل عملك التبشيرة داخل الجامعة بيتوقف بتصير منبوز بالمجتمع بتصير مهدد بالنبز والرفض ليه؟ لأنه هالخطية الوحدة خطيرة كتير بحساباتهم لأنه هالخطية الوحدة هي أكتر شيء بسيء لمشاعرهم لأنه هالخطية الوحدة ما عنده أي عوامل مخففة الأمر يلي بيجعله كتير خطرة لقلهم الأخبار توصل من حول العالم كل يوم بأوروبا وبإنجلترا وبالولايات المتحدة عن هالأشخاص والعوائب للأشخاص يلي برتكبوها الخطية بإنجلترا في شخص أنا بعرفه هي بتشتغل بشركة الطيران البريطانية خسرت وظيفتها بالولايات المتحدة الأمريكية نحن نقرأ يوميا عن ناس محترمين جدا من ضمنهم رئيس مجلس إدارة شركة خسروا وظيفتهم لأنهم نرتكبوا هالخطيئة الشنيعة شو هي هالديانة؟ طيب هني بيعطوها اسم لطيف منيح وسلس وهني بيسموها التسامح ديانة التسامح عم تشتاح الأرض إذا بتقرأ تعليم هالديانة المبدأة هو بيجي تقريبا بهالطريقة رح نكون متسامحين اتجاه أي ديانة غريبة رغم تعليم المنحرف رح نكون متسامحين مع أي نوع من الديانة لو كان تعليم شرير رح نكون متسامحين مع أي نوع من اللا أخلاقية وبالتالي الخطيئة الوحيدة يلي ما منتسامح معها هي المسيحيين المؤمنين بالكتاب المعدس يلي تفكيرون ديق لدرجة أنهم بيقامنوا أنه يسوع هو المخلص الوحيد أنه يسوع هو طريق الوحيد للسماء أنه يسوع هو الحق الكامل أنه يسوع هو الإعلان الوحيد عن الإله الواحد الحقيقي ومع ذلك يسوع وأخلاقياته المطلقة بأي مكان كانت تنقبل فيه وبأي مكان كانت تطبق ازدهرت المجتمعات وتبارك المجتمع التاريخ أثبت هالأمر مرة بعد مرة بعد مرة لكن بالنسبة لهم إذا بتقترف خطية الحصرية هيدا تخسر كل شي أنا أكيد أن العديد منكم على الأرجع هم بيسأل السؤال التالي كيف نحنا ابتعدنا لهالدرجة البعيدة عن جزورنا كيف ممكن أنه أرض مسيحية تقليدية تقول عن أكتر ناس محبين على وش الأرض متعصبين كيف ممكن أنه يضطهدوا لأجل إيمانهم وممارساتهم كيف ممكن أنه المؤمن الحقيقي بيسوع المسيح يلي أسس حركة المستشفيات وجاب الشفاء للعالم مش بالغرب فقط المسيحيين يلي خففوا من ألم ملايين الأشخاص يلي اخترعوا نظام التعليم ووصلوا التعليم لكل الكرة الأرضية يلي وصلوا رسالة المحبة للناس الغير محبوبين يلي جابوا راحة من كل أنواع العذابات يلي وصلوا الرجاء لليائس يلي بيرحموا يلي ما عندهم رحمة يلي بيحبوا أعداءهم وبيصلوا لمتهدينهم كيف ممكن يتعاملوا هلأ كمنبوزين كمرفضين هلأ خليني أقول لك أمر أنا بصلي لله أنه كل واحد صغير أو كبير عم بيسمعني أن يكون عم ينتبه على الأقل بفكره هيدا هي تحديدا الطريقة كيف تمها الأمر تاريخيا سمع بانتباه الأمر ابتدى لما الكنيس بأيام زمان صارت لا مبالية لأيمانا الأمر ابتدى لما الكنيس بأيام زمان ابتدت تخفف من قيمة إنجيل يسوع المسيح الأمر ابتدى لما الكنيس وقادة الكنيس صاروا يخجلوا من إنجيل يسوع المسيح الأمر ابتدى لما اللاموبلات صارت فضيلة الأمر ابتدى لما نحنا سمحنا لأعداء المسيح أن يحددوا شو المسيحية والنتيجة أولا صار في ضياع عند الجهلية لما بيعرفوا الكلمة ومن بعده هن تخوفوا حتى يسكتوا أو يقبلوا إعادة تحديد المسيحية هلأ نحنا بوقت الشر بيتسمى خير والخير بيتسمى شر إذن شو الجواب؟ ما في أي جدوى من إعلان المشكلة شو هو الجواب؟ الجواب يا أصدقاء الأحبة هو لكل شخص مننا شخصياً وإنك جماعة أنه لازم نتخلص من الموبلات لازم نبتدى بأنه نتخلص من الخوف لازم نبتدى بأنه نوسى بقوة الله و الله وحده لازم نبتدى بأنه نركع ونطلب وعود الله ونبقى راكعين لحد ما الله يستجيب نحنا ما لازم نهتم بالاختلافات السخيفة يلي عنا ياها اختلافات ما لأي علاقة بإنجيل يسوع المسيح اختلافات ما لأي علاقة بالعقيدة المسيحية اختلافات ما إلا علاقة بعصمة الكلمة اختلافات ما إلا أي علاقة بمركزية يسوع المسيح كالطريق الوحيد للقاب يا أحبائي نحن لازم نتعلم ننمى بشكل أعمى بمعرفة كلمة الله وضعها إلا لازم نكون مستعدين للتألم نعم سمعتني بشكل صحيح التألم نحن لازم نكون مستعدين نتألم من أجل المسيح سمعني بشكل صحيح أرجوك طالما نحن منقدر راحتنا وقبولنا من قبل السقافة طالما أنه نحن منحب تسليتنا ورفاهيتنا أكتر من كلمة الله أكتر من حق كلمة الله طالما أنه يلي نحن منحبه يلي ما منحبه موضوعين قبل استعدادنا للتألم من أجل المسيح إبليس رح يكون بالقمة هو وعم بسور ولو كانت بعدها بطريقة ماكرة طالما نحن منستحي ومنهرب من أي لمحة للتألم من أجل المسيح إبليس بيحبها الأمر والرسول بطرس بيقلنا أنه نحن ما لازم نتفاجأ من أنه نتألم من أجل المسيح أنا مع بتكلم عن كل أنواع الألام لكن تألم الخصيص من أجل المسيح أنا بديك تفتح معي أرجوك على واحد بطرس أربعة ابتداء من الأي 12 أيها الأحبة لا تستغربوا البلوة المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كانه أصابكم أمر غريب بل كما اشتركتم في ألام المسيح فرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين إن عيرتم باسم المسيح فطوب لكم لأن روح المجد والله يحل عليكم أما من جهتهم فيجدف عليه وأما من جهتكم فيمجد فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله من هذا القبيل لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله فإن كان أولاً منا فما هي نهاية الذين لا يطعون إنجيل الله أو إن كان البار بالجهد يخلص فالفاجر والخاطئ أين يظهران فإذن الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير بطرس قال بالأية 12 إنه ما تستغرب لما تكون عم تتألم عن ظلم لأجل المسيح لكن فراح واعتبر إنه الأمر امتياز أو شرف إنه تتألم لأجل المسيح فيه أمر ما بدي إياك تنساه هيدا هو بطرس نفسه يلي عم بيكتب هالكلمات موحة بها من الروح الأدوس هيدا هو نفسه بطرس يلي بمتى 16-21-22-23 هون يكبه قيصرية فليبي لما يسوع بدأ يشرح لتلميزه إنه هو لازم يروح على أوروشاليم ويتألم كثير على يد الشيوخ والكهنة ومعلمي الشريعة وينقتل لكن بتالت يوم رح يقوم للحياة اسمع البقية لاحظ التكملة بطرس بطرس أخده على جنب وابتدأ يوبخه أبدا يا رب هو قال هالأمر ما رح يصير معك أبدا يسوع قال لبطرس اذهب عني يا شيطان أنت حجر عصر لألي أنت يا بطرس ما عم بتفكر بأمور الله بل بأمور الناس هيدا نفسه بطرس يلي قال لا تستغربوا عندما تتألمون تعتاد أنه هالكلمات وهالحادثة بقيصرية فليبي ما كانوا عم بيحرقوه بذكرته لما الروح الأدس أوحى إله أنه يكتب الآيات 12 و13 هيدا بطرس نفسه يلي لاقى أنه من الغريب أنه المسيح رح يتألم هو هلأ عم بيقول أنه التألم من أجل المسيح هو شرف لاقى أنه من الغريب أنه ابن الله الطاهر يلي بلى خطيئة يتألم ومع هيدا هلأ هو بيقول لا التألم لأجل المسيح هو شرف التألم لأجل المسيح هو امتياز التألم من أجل المسيح هو فرح آه لأنه هو شهد على الإيامة أنا بسمع أنه 75% من الشبيب بأمريكا ما عندهم أي قناعات فقط إحساس بالأمر الصح والأمر الغلط وأنا برتعش ولهالسبب بهالكنيسة نحن ملتزمين بشكل كامل بأنه نساعد التألميس حتى يفهموا امتياز وفرح أنه ما نخجل من إنجيل يسوع المسيح آمين نحن لازم دايما نذكر أنفسنا ونذكر عائلاتنا أنه التألم لأجل المسيح هو منه فقط امتياز لكنه أيضا مؤقت أيضا التألم من أجل المسيح بيحضرنا للمجد تألم من أجل المسيح بيساعدنا نشوف الحياة من بعد جديد التألم من أجل المسيح بيعلمنا أنه في بركة ما تنوصف أنت ما بتقدر تحصل عليها بطريقة غير بأنه تحتقر وتتألم من أجل المسيح شوف الآية 14 إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم لأن روح المجدي والله يحل عليكم يسوع بيضعه بالطريقة التالية بيحن 15-18 إن كان العالم يبغدكم فاعلموا أنه قد أبغدني قبلكم لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته في رجل اسمه هيربرت سامويل مات سنة 1963 لكن هو كان عنده تصريح عميق سمع بانتباه قال من السهل جدا التساهل مع أي مبادئ إذا ما كان عندك أي مبدأ شخصي قد عميق لهذا السبب نحن اليوم أكتر من أي وقت مضى لازم نعلم مش فقط يلي من آمن فيه أمر كتير سهل أنه نرنم وأمر كتير سهل أنه نعلم يلي نحن من آمن فيه لكن لازم نعلم ليه نحن من آمن بيلي من آمن فيه أحبائي أنتو وأنا لازم نفهم أنه لألفين سنة من التاريخ المسيحي كان في كتير أشخاص كانوا ظنوا أنه اختفاء المسيحية رح يجعل من العالم مكان أفضل هنما بيعرفوا أنه لما أخيرا تنخطف كنيسة يسوع المسيح من الأرض يلي رح يكون عندهم يلي رح يضل هون هو الجحيم بذاته واحد من فلاسفتهم ريتشارد روتري وضع الأمر بهذه الطريقة قال إذا ما عم تختفي المسيحية إذن من الممكن أنه تتم خص خصطة وهذا يلي هن عم بيعملوه هلأ تلغى من التأثير على الحياة العامة هنما عن مامة الانتشار محل للطعون ومع ذلك التاريخ بيثبت مرة بعد مرة بعد مرة أن المسيحية تزدهر أكتر تحت الاتهاد إذن السؤال هو التالي شو بيعمل المسيحي الحقيقي المؤمن بالكتاب المقدس الجواب هو أنه نحن منحبهم ومن بعد نحن منحبهم أكتر لكن ما منسلم الحق أبدا أنا بدعيهم حتى يجوا للمسيح مش بغضب لكن بمحبة بدعيهم حتى يتوبوا مش انطلاقا من صلاح ذاتي لكن من خلال أنه دلهم على صلاح الوحيد يلي مات لأجل خطيتهم دعيهم حتى يشوفوا أنه أنت ما ترفض الخطية بحياة ناس آخرين فقط لكن أنت كمان ترفض الخطية بحياتك ناشدهم مثل ما بتناشد شخص محجوز بمنزل عم بيحترق وفوق كل شيء قاوم التجربة بأي تمن تجربة أنه تخجل بالإنجيل إذن أولا نحن ما منقبل بركة خاصة فقط بركة فريدة لما نحن بفرح منقبل التألم لأجل المسيح ثانيا هو قال لأي 16 بتقول ما تخجل بالمسيح خجال إذا أنت بتتألم لأمور غلط أنت ارتكبتها الخجل يلي لازم تشعر فيه لما تكون عم تتألم كنتيجة لأثامك أنت الخجل الوحيد يلي لازم تختبره هو لما بتبتدي تحصد الأمور بقصد نتيج الأمور يلي أنت زرعتها لكن حتى بوقت لما بتتوب وبترجع للرب هو ما رح يخفر لك فقط هو رح يرممك وهو رح يرجع يستخدمك في أمر هون أنا ما بديك تخفل عنه بالأي 15 من بعد ما هو أعطى ليحة بالأمور السيئة اللي الناس ممكن يعملوها حتى المسيحيين هو بيزيد كلمة هون هي حرفيا أقمتنا هنالكرسي هو بيزيد أو بيحسوا بالمتداخلين المتداخلين أنا وصلت لنتيجة يا أحباء اسمعوني بكتير من الانتباه أرجوكم أنه نحن ما بنقدر نتكلم بالسوق عن الآخرين وننجى بهالفعلة ما تفكر أنه بتقدر تشك بدوافع الآخرين وتنجى بهالفعلة ما تفكر أنه بتقدر تدمر أو تلطق سمعة شخص وتنجى بفعلتك ما تفكر أبدا أنه تداخلك بحياة شخص آخر ما له أي عوائب بالواقع الله بيوضع التداخل بنفس اللايحة مع الزنا والكبرياء وكل أنواع الشرور إذن أنت تحذرت أنت تحذرت على الأرجح هذا هو التحذير الأخير للبعض بطرس عم بقول أنه هال خطايا الخادعة يلي بتأذي أخوتنا وأخواتنا بالمسيح هي بتوجع قلب الله وبتلطخ شهدتنا بواحد تسالونيكي بولوس بيسميهم صانعي الشغب المحردين فكر بهالأمر نحن لازم نعارض الخطيئة بدون ما نتعرض للخطيئين إذن الأمر الأول هو أن التألم لأجل الصلاح فيه بركة عظيمة ثانيا التألم بسبب خطيانا بيحصل على جزائه العادل والأية 19 ثالثا بقلب تألمنا لأجل الحق هو مرح يتركك أو ينساك أبدا أبدا بدل ما تاخد الإهانة أو الاتهام الخاطئ بشكل شخصي اعتبر هذه الإهانة كفرصة لتعم ثقتك بالله ولما أنت توسأ بالله لما تكون عم تتألم لأجله هو رح يحررك من الخوف لما توسأ فيه لما ما تكون عم تفهم معنى الأمور يلي عم تصير بحياتك أنت رح تختبر حضوره معك بطريقة فريدة لما أنت تكون ملتزم معه بالكامل بوسط الظلم والرفض والغبن هو رح يحررك من الخوف ومن القلق لا لأنه أنت عم بتصير مع الرب بطاعة ولما أنت تصير مع الرب بالطاعة هو رح يصير معك بآتون النار هو رح يكون موجود قبلك بجب الأسود ورح يسكر أفواه الأسود هو رح يظهر بوسط سجنك وين مكان مسؤول مهم بكنيسة يسوع المسيح بالخفاء بالصين وعلى فكرة في ميات الألاف من هالكنائس الغير معلنة بالصين وهن بيرفضوا أنه يخرجوا للعلن وهالرجل عنده ألاف الكنيس السرية تحت قيادته هو شخص كتير مهم اجعوا لأماركا واندعوا لهون وأخدوا على كل الكنيس العملاقة من ضمن واحدة من أكبر الكنيس إذا ما كانت أكبر كنيسة بأماركا وكانوا عم بيفرجوها الكنيسة وهالكنيسة وبآخر زيارته سألوا هالرجل شو رأيك هيدا يلي قالوا أنا متفاجأ جدا بقدي بتقدر الكنيس بأماركا إنه تنجز بدون الله اي دابليو توزر قال إنه 95% من الأمور يلي بتصير بالكنيس رح تضل عم بتصير إذا روح الأدوس منه موجود أنا قلت للرب ما بدي إنه ينقال هالأمر عننا ما بدي إنه ينقال هالأمر عننا لو مهما كانت ثمن لكن يمكن في شخص موجود هون اليوم هو نوعا ما متعاطف مع الإيمان المسيحي أنت ما قبلت فعليا يسوع كمخلص ورب أنت ما فهمت فعليا شو يعني إنه تكون إله بالكامل أنت نوعا ما منك قريب من الله ومنك قريب من الكنيسة وتفهم إنه هيدا هي الطريقة الوحيدة للحياة الأبدية أنا ما بديك تغادر هالمكان بدون ما تعمل التزام إذاً أنا رح أطلب منك إنه تصلي معي أبا أنا أنا بشكرك على هال أشخاص العزين يلي بيحبوك يلي بدون يحبوك أكتر من كل قلبهم أبا أنا أنا بصلي لمسحة خاصة من السماء لمسحة خاصة على كل واحد منهم أبا أنا أنا بصلي إنه تكون عم تعطيهم القوة والشجاعة حتى يوقفوا ما يخجلوا بالإنجيل أبا أنا إنه أنت تكون عم تنور شهدتهم حتى هني يكونوا عم بيلمعوا بأي ما كان بروحوا عليه أنا عم بصلي لهالأمر بإسم يسوع أمين